اهلا بكم في قناتي توما تريند اليوتيوب النهاردة هنتكلم عن حسن بيسو طاليق صدفة وهنتكلم عن البست المباشر اللي عمله اللي كان مدته بالضبط 11 دقيقة وكان الراجل بيقول خير الكلام مقلة ودل عشان انا مش هتكلم في المواضيع دي تاني بعد كده اللي جاي هيكون تنفيذ وسلسلة فيديوهات بالادلة مين كان معايا ومين كان ضدي مين وقف معايا ومين موقفش ابتدى حسن بيسو من اول مطلق وقال ان هما حكموا بنفقة 700 جنيه 900 جنيه وقالوا في الاخر طب 1000 جنيه وجون بعد كده قالوا هيدفع النفقة هيشوف بنته مش هيدفع النفقة مش هيشوفها وشبه نفسه عزاكم الله بان هو خدامة لو دفع يشوف بنته ما دفعش ما يشوفهاش وقال كمان حسن في الفيديو ان هو كان بيطلع عليه فيديوهات بيتشتم بالأب وبالأم وما كانش بيرد عشان خطر بنته وقال ان بنته بتقول لحد تاني يا بابا وبرده أمها وبرده ما كانش بيتكلم عشان خطر بنته وبيقول ان هو كل صبره ما كانش ضعف ولكن كان منتهى القوة لانه عامل حساب مشاعر بنته انها في يوم الايام ما تتعيرش أسفا باللي بيحصل بين أمها وبين أبوها بيقول ان هو بعد كده لقى ان مرفوع عليه قضية نفقة أسفا عايزة أقول حاجة قبل دي ان هو كان بيدفع ألفين جنيه لبنته كل شهر وكانت الحاجة فاطمة تلعت فعلا وكلنا عارفين وشهدت وقالت ان حسن بيدفع لبنته ألفين جنيه كل شهر وقال ان ياسمين تلعت وشهدت بالكلام ده وقالت ان حسن جزختي مش مخلي بنته محتاجة أي حاجة وكلنا كنا بنشوف لما بيروح يخدها ويفسحها ويجب لها لعب ويجب لها هدايا وكل ده على مرأة ومسمع من الجميع بيقول ان هو لأن مرفوع عليه قضية نفقة ومحكم عليه بنفقة مش عارفة قد إيه 70 ألف جنيه تقريبا وقال كمان ان هو اتفاجئ ان هو يعني مش اتفاجئ ان هو مبيخدش ورق بالموضوع ده وكان طلب ان هو ياخد ورق إثبات ان هو دفع ومحدش وافق ان هو يديه الورق او ما تمتش خطوة الورق طيب انا عايزة افهم حاجة هو بيقول ان حد بعت له فيديو او بيقول انت ليك عندنا فيديو تقريبا فيديو مش كويس او حاجة زي كده فرد حسن وقال ان شاء الله يكون عندكم سلسلة فيديوهات مش كويسة مشاهداتكم هتبقى رخيصة وكلام هيبقى في الهوى ومش فارق معاه اساسا اللي عرفوا ان استدت لما ترفع قضية نفقة تبقى استدت غير مقتدرة فلما انا ابقى استدت مقتدرة وربنا مديني ورفع قضية نفقة يبقى انا بفتري سبب تاني الرفع قضية النفقة لما يكون الراجل رافض انه يصرف على عياله انت عايزة تدخلي بنتك مدرسة انترناشنال ب30 ألف جنيه في السنة ادفعي الغوي نقط بطاقيته لكن ما تكبريش طاليقك اللي انت عارفة ان هو على باب الله او دخله ما يجبش المدرسة دي او نصها او ربعها وتقولي له تدفع 30 ألف جنيه في السنة للمدرسة رد حسن وقال على الجزئية دي وقال انا لو تجر مخدرات مش هقدر ادفع 30 ألف جنيه في السنة لكن انا راجل على باب الله ولا بلم تبرعات وطبعا دي تلميحات لان استدفى حواليها لغة كتير وكلام كتير في حتة لم التبرعات انا راجل لبلم تبرعات ولا بتجر في المخدرات عشان ادفع مصاريف مدرسة 30 ألف جنيه في السنة انا راجل على باب الله حتى السوشال ميديا ما بطلعش كل يوم وبعد كده الايام اللي جاية هتشوفوا سلزالة فيديوهات بالأدلة على المنتدى مين وقف معايا ومين كان ضدي انا مرت بقيل الشهور اللي فاتت وقيل اللي جرالي وكله هيبقى قدام الكل ومتاني بعد كده انا مش هسكت على اي حقا ليه اللي افترة وليه الظلم ليه نرفع قضية نفقة ونجيب سجن ونجيب حبس ونهدد ان دفع يشوف بنته وما دفعش ما يشوفش بنته كون ان استت ترفع قضية نفقة او صدفة ترفع قضية نفقة على حسن وهو بيصرف على بنته وبشهادة امها واختها يعني انتي بني قدمة فعلا زي ما الناس بتقول انتي انسانة مؤذية انسانة مفترية مايقدرش عليك يغرب بنا بالبلد كده ليه مش عاملة حساب بنتك زي ما هو بيعمل حسابها ليه بتخليها تطلع تقول لحد تاني يا بابا قدام الكاميرا عشان تدايقه وتحرق دمه وكلنا عارفين سواء ابا او ام اني دي هتدايق ان العيل يقول لحد تاني يا بابا او يا ماما ربنا مديكي وعندك فلوس وعندك بيوت وعندك شغلك وعندك 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 ما تقسر الشر الليه بنجري ورا الشر مفيش يوم حلو مفيش عيش وملح مفيش طفلة نعمل حسابها انها لما تكبر وتشوف كل ده نفسيتها هتتعب ليه كل الناس اللي ربنا مديهم ومقدرهم او كل الناس اللي بقوا بيتجهوا للسوشال ميديا بقت اقرب حاجة انهم يطلعوا يعملوا كده في بعض يا ستي ربنا مديكي تفاعلها مش قادرة تتفاعلها التلاتين الف جنيه ما تدخليهاش مدرسة انترناشونال لكن ان انت تدخليها مدرسة انترناشونال او انا في وجهة نظري ان حتى لو ما كانتش دخلتها مدرسة انترناشونال كت برضو هترفع عليه قضية نفقة لان واضح ان هي حبة تقزيه لمجرد انها عايزة تقزيه مش عشان هو حد وحش الراجل كان طالع بيتكلم بحرقة وبديقة وبزعل وان فعلا تحسوا ان الكلام طالع صادق جدا ويا ما تقال عليه فعلا وكان شخص ما بيطلعش يرد ولا بيقول تلت التلاتة كام وكان بيسكت وبيقول انا هسكت لك لعيون لوفا بنتي يبقى ليه؟ ليه ما نعملش حساب العشرة والعيش والملح؟ ليه عايزين نقزيه؟ افتكري ان ابو بنتك افتكري عشو الخطر عيون بنتك يبقى انت فعلا انسانة مؤذية انت فعلا انسانة بتدوري على الشر وعلى فكرة يعني ربنا يعني يمهل ولا يهمل يوم ما تقزي هتتقزي في يوم الايام لو بنتك عرفت ان ابوه هتحبس بسببك عمرها ما هتحبك هتكرهك لان الوفا متعلقة بحسن جدا فليه اللي افترى يعني الله المستعان واكيد كل جديد هيبان وهنشوف ايه الايام اللي جاي الجديد اللي هيحصل ولو وصلتم معايا لحد هنا ما تنسونيش في اللايك والشير وسابسكرايب للقناة دعموكم هيشجعني اني اكمل وستنوني في فيديو جديد مع توما تريند اليوتيوب اشتركوا في القناة